أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول عشرين ثلاثة وعشرين وإرشادات وموعيد تقدم الطلاب برغباتهم وأوضحت الوزارة أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق التاسع من أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى التالي أولا الشعبة العلمية ثلاثمائة واثنتين وستين درجة فأكثر أي بنسبة تصل إلى ثمانية وثمانين فاصل تسع وعشرين بالمئة ثانيا الشعبة الهندسية ثلاثمائة واثنتين واربعين درجة فأكثر أي بنسبة تصل ثلاثة وثمانين فاصل واحد واربعين بالمئة ثالثا الشعب الأدبية بمعدل 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة تصل إلى 70.61%